سلام عليكم معكم الشيف المصطفى من مطبخ الاكلات العراقية سأقدم لكم طريقة عمل ايس كريم بالجبن هنا هذا عندي جبن كريمي ممكن تستعملون اي جبن كريمي موجود عدكم فلدي فيه او غيره ممكن تنجح به الوصفة وهنا عندي نصف كوب لبر رائب اي لبر رائب متوفر بالبيض تستعملوا ممكن هنا رح اخلطة وانا مسوي خلطة ثانية بنفس هاي المقادير حتى خلي بهاي القلاسات اللي عندي وقسم اخلي بهاي القوالب مالة الايس كريم الفردية يعني لكل شخص ننطي منها يمو العود نسميها احنا بالعراق وهنا عندي ربع كوب سكر خلطته هاي المواد كلها راح اخلطها وراح اضيف له مربع اي مربع تحبوها نضافت مربع مع الفراولة هس راح اضيفه هاي ما يعادل واحد كوب مربع الفراولة وانتو ش تحبون مربع استعملوا هاي راح اخلطها وعندي بسكت مكسرته يعني مو حيل طاحنته بس مكسر ايضا راح اضيف لهذا الخليط هذا ممكن يساويوا بعد اخشن يعني مثلا تكسروا تكسير يصير قطع بينه او اكثر ناعم حسب انتو شنون تحبوه وهنا خلطته وراح اصبه بهاي القوالب بالبداية ومثل ما قلت لكم انا عندي نفس هاي المقادير من حضرتها راح اصبها ايضا باقي القلاسات هاي او بالقوالب يعني من اشوفها اذا احتاج استعملها هاي انا شوية من اخلي اضغطها شوية على الميز وبعدين اشيله حتى ينزل لان هو شوية يصير ثخين قوامه وهنا مثل ما دا شوفون كملت هاي راح اكمل ثانية وهكذا بعدين اصب بالقلاسات هاي هسا تقريبا كملت شكم واحدة يعني دا شوفوها هسان راح اخلي بالقلاسات وانتو شو تحبون مثلا مو الا هذا القلاس ممكن بكاسات اصغر ممكن بحافظة كبيرة الحجم وبعدين تقطعوها عادي يعني راح اتركها هاني من الليل الثاني يوم وافتحها بالفريزر هسان اذا اصب بهذا القلاسات مثل ما دا شوفون هسا هاي الوجبة الثانية اللي محضرتها مثل ما قلت لكم ايضا صبيتها هنا راح اكمل اخير قلاس واصب عليه مربع قليل من المربع هذا وهاي حسب الرغبة يعني ينطيه شكل حلو وطعم ايضا وراح احتفظ بها مثل ما قلت لكم بالفريزر هنا من بعد ما طلعتها من الفريزر ثاني يوم هنا مي حار عندي ساخن دخلت به القالب وانتظر دقائق الى ان يحل اشيله مثل ما شفتو هسا هاي الثانية نفس الشي راح اسويها مي حار بالقلاس وادخله مدة دقائق يعني هيك وانوهاك فا يعني ما تاخذ وقت واشيله ويطلع هيك حتى يصير سهل علينا من انطلعه هاي الايس كريم لذيذة جدا ومفيدة لان بها جبن وممكن يستعملها الكبار والصغار وشكلها حلو ايضا وهذا شكلها النهائي يجربوها ان شاء الله تعجبكم والفافيه اشتركوا في القناة